طفلة جانا الله يرحمها يعني حاجة يعني كبوس والله يا مولانا خال يقتصب بنت اخته وطفلة عندها 4 سنين والجدة تعذبها عشان تداري يعني أنا بالنسبة لي ده كبوس ده مش يعني أنا عقلي بيرفض أنه يستوا بأنه ده ممكن يبقى وقاعي وحقيقي وحصل بالفعل مش قادرة استواعي بده الناس دي يعني مش عايزة بصينهم نظرة إزاي يعملوا كده أو نظرة أنا عارفة أنحارتك مش بتحب تخد في التفاصيل دي ولكن إزاي نتجنب أن احنا حتى نتلوث بسماع وبالتشبه بالنس دي طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومرانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومعا يعني قبل ما علق على الجزئية دي أنا بس حاب أعلق على الجزئية حضرتك تفضلت بيها في المقدمة وهو أن الإنسان في الأخلاق الجيدة اللي ممكن يكتسبها هو في الحقيقة المتفضل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وده معنى لا حول ولا قواته إلا بالله اللي احنا بنقولها دي لا حول ولا قواته إلا بالله يعني إيه لا حول ولا قواته إلا بالله يعني لا يوجد شيء يتم في هذا الوجود إلا بالله فالفاعل الحقيقي في العالم في الكون هو ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله انت صليت وخشعت وأقبلت على الله وهو اللي فرغك وهو اللي وضع في قلبك البذرة بتاعت الإقبال عليه وهو اللي جابك وهو اللي قومك وهو اللي أثابك الله يعني أنت في الحقيقة أنت صورة ربنا سبحانه وتعالى أرادك فأثبك وأثابك الله فما تظنش بقى في نفسك أن أنت أحسن من غيرك أو ما تظنش في نفسك أن أنت في مرتبة عليا وغيرك في مرتبة سفلة فتحتقر الناس لأن تقول يا رب أدم علي هذه النعمة واحفظها علي ومن الزوال وردني إليك ردا جميلة وتبقى في قلبك شفقة على العاصي وفي قلبك شفقة على المخطئ وكذا إلى آخره هل ده معناه أن المخطئ يقول ده مش زنبي ربنا هو اللي خلقني كده أو هو المدنيش نعمة أن أنا أحافظ على غيري وأصون الناس وتبقى خلقي كويسة هو ربنا أدنى طريقين وفي الطريقين هو ترك لنا أن نسلك هذا وأن نسلك هذا بس أنا إذا سلكت هذا ده بتوفيق من الله نعم فأحمد ربنا على هذه الخاصلة لكن المخطئ ده مش مش عذر لي قدام ربنا سبحانه وتعالى أن نقول له ربنا ما جبركش ربنا عارف أنت هتعمل إيه بس شوفي عارف دي اللي احنا بتقولها بالعامية يعني أو اللي احنا لو حبينا نعبر تعبير دقيق نقول عالم أنت هتعمل إيه العلم ده صفة انكشاف فربنا يكشف له ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن كيف يكون إذا كان وهكذا بقى حطي بقى ملايين السيناريوهات لكن في النهاية يعني خطأ المخطئ بيبدأ من إيه أنه ما حاولش ما حاولش يكتهد ما حاولش يسعى ما حاولش يحسن فربنا بالتالي ما أكرموش بأنه كملها له على خير أو خطأ إن هو استسلم لنزوات وللغبات وللشهوات بتقيم التفكير كل ده كل اللي حضرتك بتقولي ده خطأ المخطئ في كل اللي انت بتقولي ده خطأ المخطئ في إنه ساب همته تأخذه لتحت مش تدفعه للأمام خطأ المخطئ في إنه ما خدش بالأسباب خطأ المخطئ في إنه ترك نفسه للمؤثرات اللي تجذبه للخطئ والخطيئة بدال ما يتركها ويروح للمؤثرات لتكذبه للصلاح والترك وفي النهاية لا حوله ولا قواته إلا بالله هو ده المعنى اللي أنا بس كنت عايز جميل المعنى أحط عليه هايلايت جميل وربنا يبارك لك وهو ده الواحد بيستشعره لما يحس أنه هو لأنه أنا هتكلم عن نفسي لما حس أنه أنا متكسلة في حاجة مش أدري أعمل حاجة بلاقي نفسي فعلا مش أدري برفع إيدي أقول يا رب قويني لأنه أنا مش أدري شكرا